مرحبا الرحمن الرحيم ابناء الطلبة بنات الطالبات نهاردة هناخد جونت نمبر 5 تحت عنوان let's count and measure هيا نعد ونقيص lesson number 1 تحت عنوان read and lesson اقرأ واستمع جيدا find the children in the picture who are saying the change من البلاد او البلاد الطلبة اللي الاطفال اللي فيه الصورة اللي بيقوموا بهذا القول chant and joined in the action you need 10 children انت محتاج الى عشرة طلاب hundred little fingers مئة اصابع صغيرة ten little twenty little thirty little fingers forty little fifty little sixty little fingers seventy little eighty little ninety little fingers one hundred fingers in the air كل صورة معانا موجودة تدل على رقم يعني this picture بتدل على number 10 تمام this picture تدل على الرقم one hundred this picture sixty and this picture هنعدد طلاب one two three four five six seven eight nine ten عشر طلاب كل واحد رفع ايدو عشرة عشرة one hundred تمام طيب الغرض ايه الغرض اننا نحفظ الاعداد from ten to hundred يبقى اول شيء مطلوب مني في الدرس ان احنا نحفظ الاعداد is the numbers ten twenty thirty forty fifty sixty seventy eighty ninety one hundred تمام يا حبيبي يبقى اول شيء احنا عايزينه نحفظ is the numbers الاول نحفظه كارقام وكمان نحفظه five writing glitters يعني نحفظ الرقم كتابة بالصيغة الكتابية وبالصيغة الرقمية تمام طيب انا هعتبر lesson number one ما هو الا تدريب على حفظ الارقام هتلاقوا lesson number two يبقى الارقام buy numbers و buy words اوكي تعالوا شوفوا كده دي الكلمات الجديدة اللي احنا هنحفظها 10 20 30 40 50 60 70 70 80 90 100 10 10 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 50 50 100 50 50 70 51 50 50 52 53 54 54 54 54 النهاردة تمام وزي ما اتفقنا مع بعض علشان نتقن اللغة كويس جدا نحفظ على قد ما نقدر الكلمات بتاعتنا كل ما بنحفظ اكتر نكون اكثر اتقانا للغة انجليزية نقدر نكتب جمل بطريقة سهلة لانك انت خلاص عندك سروة لغوية كويسة جدا فنحفظ كلمات كل درس نحفظ كلمات الجديدة نضيفها لرصدنا في حفظ الكلمات listen and count from twenty to thirty عايزين نتعلم العد من twenty عشرين لثلاثين طبعا twenty عشرين طيب واحد وعشرين ببدأ twenty واضيف الرقم البعدة twenty one twenty two twenty three twenty four twenty five twenty six twenty seven twenty eight twenty nine thirty مثال سهلة يعني كل المطلوب منك ان انت بتنطق الرقم اللي في العشرات اللي هو twenty وتبدأ تضيف الارقام طبعا انت حافظ كده اراضي من واحد لعشرة فتجي تقول واحد وعشرين يبقى عشرين لعشرين twenty واحد واحد وعلى twenty one twenty two twenty three twenty four twenty five twenty six twenty seven twenty eight 29 30 تكون عدة كلمة من 30 إلى 40 From 30 to 40 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 عرفنا زين نقرأ العرقم يا أولاد طيب How far can you jump تقدر تقفز لأي بعض علشان أنا measure the stange إني أقيد المسافة عندي بدئيس بالسنتيمتر واحدة السنتيمتر كلمة سنتيمتر أو اختصاراً هي السنتيمتر cm cmd اختصار cmd أول متر يبقى لماك إيس distance مسافة أو long طول I use what I measure by cmd or by meter تمام كدولات measure how you go far can you jump طب ابدأ إيس كم تستطيع القفز من مكان لمكان بتشوف مثلا من نقطة البداية تبدأ تقفز تشوف هتنزل فين وتشوف put the paper in order the shortest longest وحط ورقة ب الأطوار اللي هتتبع ده لقياس الطول طب لقياس الزمن لما أحب أعرف الزمن بالساعات by hours صح؟ by hours لما أقول لك what is time now أو what time is it يبلك clock كده دي أشكال الساعات بتاعتي clocks بص كده وكل ساعة فيها توقيت معين لما أحب أسألك الوقت هقول لك what time is it what time is it كامل وقت الآن؟ طبعا أنت عند الإجابة بتاخذ it اللي هو الفاعل وتاخد بعدها الفرب it is وتقرأ للرقم لو بصنا في أول ساعة it is two o'clock الناس الشطر اللي بتقرأ التوقيت في الساعات طبعا العقرب الصغير عند الاثنين كبير عند twelve تبقى اثنين تماما درسناها في مادة الرياضيات صح؟ طيب عندنا نضعها بالإنجليزي يا حبيبي يبقى it is two o'clock الساعة الثانية طبعا مش هنقول it is two o'clock ساعتين no مش هنترجي بالرقمة حرفية لما أقول it is two o'clock يعني معناها الساعة الثانية طب what time is it هنقول it is eleven o'clock الساعة الحالية وعشر and here it is six o'clock and here it's nine o'clock and here it's four o'clock سهلا يبقى نحفظ صغط السؤال what time is it يلك في الامتحان السؤال ده وحط لك الرقم أو صغط الwatch أو الكلوك بتاعتي تجاوب بصغط الجملة دي it وتحط الرقم بتاعك وكلوك حسب الرقم الموجود في الساعة تمام كده حلوين طيب ننتقل لليسو نمبر 3 مع بعض استكمالا للدرس التاعنا المجر اللي هو القياس تعالوا نشوف موضوع القياس دوت ما كانتش حديثا لا ده كان من زمان جدا موضوع ادوات القياس بس كانت طبعا بداية بطريقة بداية ده وقت احنا لما بني ايه لما بنيجين بالإيس طبعا الأطوال 速 كعدة قياسات اخرى بداية تعالوا نشوف مع بعض من اكتشف مستخدم إليس علاقة دلوقتي لقياس الأشياء كانوا ناس ببقى أيضا يقولون بالقياس قديما ولكن كانوا باستخدام أشياء بدائية تعالوا شوفوا كده في مصر القديمة أيام المصريون القدماء طبعا منذ وقت طويل ماضي يعني زمن صحيق كاتل ناس بتقس بإيه بقى بالإصبع بصو حط الصباع كده على الشيء يقول لك دوت مثلا خمس أصابع ستة أصابع تمام and hands كم شبر من اليد and arms بالزراع دي أدوات القياس قديما في ancient Egypt طبعا نحفظ مع بعض ancient Egypt عندك measured يقيس عندك fingers hands and arms دي أدوات القياس قديما في مصر كان الفينجر and hands and arms تمام لما تيجي مسلا جيد لك خط مستقيم ما هوت حالما على تجربة عملية how many fingers long in this line طبعا بتجيب صباعك بتبدأ ان انت تحط صباعك كده وتقيس ادي واحد اتنين تلاتة اربعة تقريبا four fingers تمام هات الكتاب بتاعك وقيسه شوفوا how many hands كم شبر باليد هتلاقي تقريبا one hand or one hand or two hand على حسب طول الكتاب بتقيسه how many arms long in this line is your table بتقيس بالزراع الطولة اللي انت اهل قدامها وتقول كم زراع بيكون طولها دا كتا تدريب ازاي تشوف كانوا بيقيسوا زمان عفوا بيستقدموا القياس الطول بالاصابع او اليد او زراع دا في مصر طب measuring in ancient room في روما القديمة long ago in room اللي هما رومان people measured in foot steps بصوا كده اصار الاقدام كم قدم بالفوتستاب يعني بتجي مثلا بتحسب مسافة من مكان لما كان بعدد الفوتستاب اللي هي اصار القدم تمام بتعد كم قدم يعني اقول لك مسلا المسافة من هنا عشرة ادم تمام يبقى ان روم ancient روم كان بمجر باي footstep طيب حتى بقى دا فين in your classroom تبدأ تقف من اخر الصف وتبدأ تعد how many footstep long is it كم عدد قدم طول الفصل ask your teacher measure your classroom in footstep is your teacher's answer the same as your answer يبقى لا تدريب الصفي في الصف تبدأ انت والتيتشر بتاعك او البارتنور زميلك في الصف تبدأ وتقيسه الصف تبدأ انت بقدمك تعد طول الصف كم قدم وزميلك يبدأ يعد هو كمان ويقيس كم قدم لو تلع نفس العدد يبقى انت اتنين قياسكم صحيح ده كان نوع من انواع تدريب الصفي تمام كده حبيبي طيب كده احنا انتهينا النهاردة من حصتنا نحفظ الكلمات الجديدة اه لتضرب على العد اه كتابة قراءة تمام بطريقة املائية صحيحة لو فيه اي استفسار بتدخلوا لديه عن خاص بجاوب عليكم اول ما باشوف استفساراتكم باذن الرحمن اه يارب نكون قدرنا نوصلكم اليوم ولو معلومة بسيطة وربنا اجعلوا في ميزان حسنتنا وحسنتكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته